لو كان في حاجة نتعلمها من مطش مبارح يا سادة يا لاتي اوعى تقلل من حجم الزمالك وايوة حضرتك بتترق علينا جوه المطش اشرب لازم تشرب اه دي المنسي اهو ننا هو ننا هو بتترق علي مين يهو لاعب نازل زمالك احسن لاعب في المباراة لو كان في حاجة نتعلمها من مطش مبارح يا سادة يا لاتي اوعى تقلل من حجم الزمالك اوعى تفتكر ان الزمالك ده لقوة مطارية اوعى تفتكر ان الزمالك ده ممكن تترق عليه اوعى تفتكر ان الزمالك ده فريس اهل ده تاريخ وموهبة ومهارة وروح اتفرج ان بارح على روح الفانيلا السودا يعاني يا منسي يعاني يا حبيبي يعاني وانت بتدخل الجون المزيكة الجون الصح الجون الحلال الجون الحلال اهو يا رجالة الجون الملعوب الجون الجميل يعاني على جمهور الزمالك ان بارح احسن حاجة عملوها انهم حفلوا علينا قبل الماتش فحطوا لهم الكلام جوه اطلق اهو والقاضية ممكن والشنوي ممكن ومش كده يا جماعة وهو عدى ليه يا جماعة وايوة حضرتك بتترق علينا جوه الماتش اشرب لازم تشرب اه دي المنس يا اهو ننا اهو ننا اهو بتترق على مين يا اهو ده الزمالك يا ابني ما ينفعش تترق علينا في الماتش حلت غرور واعتداد بالذات غير عادية هم مش عارفين بيلعبوا مين فرقة التعاقدات بتاعتها الجديدة عظيمة فريق عنده روح كبير وعلى فكرة امبارح الحظ بيقولك تعالى ده وسامة ابو علي هيضيع الكورة الحظ بيقولك بيقولك اللعيب اللي بيجيب كل اللجوان اللي ما بيضعش حاجة انا الحظ انا الحظ في احشائي تدرك منهم فقال ساءل الغواص عن صدفاتي انا الحظ بيقولك اهو حيخش وسامة ابو علي وانا داخل اهو الكورة الاولانية كل كورة ويقولك ايه ننا هو ننا هو ايه هو ايه الزمالك اهو ما تتريعش على الزمالك بلاش غرور بلاش ايوه هو عواده هو كله هو ما تتريعش على الزمالك بلاش غرور احترم نفسك انت في حضرة نادي العظماء العب كويس امبارح اللي كان بيلعب احسن الزمالك ولو عايزين تتكلموا عن البنالتي ماشي تمام يا عم البنالتي اهو طب وابتاعنا والبنالتي بتاعنا ما تحسبش ليه الفار ما ندهلوش ليه لما الشحات اهو اشمعنا دي لا اشمعنا دي ما بتنفعش اشمعنا دي ما فيهاش فار ما فيهاش تعالة ما فيهاش شوف لكن الحظ قال ايه اللي لعب احسن ودي دي فيها طرد دي على طول ولا الهوى ولا كأن فيه اي حاجة اه وفي اول المباراة عادي جدا والحاكم اكتفى قال لهم ايه الهابوا ما بعد بص الرجل بص الاستاذ بص العصبة بص الضربة ولا الهوى ولكن حبيبي 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 استاذ عمرو والله حبيبي تسلمني ربنا اخليك عالكلام الجميل دو تسلمني يا ناصر كانوا بيفكروا يبعوك يا ناصر دلوقتي اوع 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 الاهلوية دلوقتي عاديين مستنينك انت قاعد في الزمالك للاخر يا ناصر لا استاذ عمر انا زمركاوي مصدور وانا زمركاوي وهدني طول عمر زمركاوي وانا بحترم وجه نظرهم في اي وقت انا تحت امرهم انت قاعد ودورة نالي الزمالك في اي وقت يا استاذ عمر انت باقي 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 حبيبي حبيبي احكيني احساسك في اول كرة تلمسها يدخل الجون احكيني الاحساس ده والله العظيمة يا كابتن عمر انا اصلا انا بقلي اسبوع انا انا حاسس اللي انا هجيب جون هنزل هجيب جون وكنت مركز اوي اللي انا هجيب جون والحمد لله ربنا كرامني ووصاني ووجبتي الجون الحمد لله احساسك كان ايه اول ما الجون ادخل بقى شيكابالا جيه قالك ايه 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 احكيلي لا احساسي احساسي حاجة حاجة تانية طبعا وشيكة قال لي انت هتنزل تجيب جون يا ناصر والحمد لله وانزلت جبت جون كرة عمر طب والبنالتي برضو كانت مشاعرك صعبة برضو ان انت قاعد وحتشوت عشناوي جون مصر لا كفت العمر انا في الثامرين بشوت ضربات جزاء في كويسة وطول عمر بشوت ضربات جزاء يعني مفرقش من الخصن يعني والحمد لله ربنا كرمني فيها وسجلتها طيب احتفالك بقى لما عملتله من النهو دي برضو جاتلك كده من انت عاد ويعملو لك ننهو ننهو انت عملتله لا والله انا دي احتفال ده اصطا انا كنت اعمله كابت العمر والله وانا اصطا انا حضرت في دماغي حد والله بس انا ده احتفال بتاعنا وكررت اللي انا اعمله كده احلى احتفال مين اللي تكلمك بقى بعد المطش وهناك وانبسط معاك كلهم والله اهلي كلهم واصحابي كلهم والناس كلها وبحب اشكرهم من خلالك اصطا اهلي اللي سنديني وقفين جنبي واصحابي وقرية شيرويدة اكتر عمر برضو اجدع قرية اجدع قرية اشيق قرية ده انا بحبها او اصطا عمر وبحب اشكرهم الناس اللي وفقوا جنبي فترة اللي فاتت دي وان شاء الله اوعدك اصطا عمر ناخد بطولات كتير السنة ان شاء الله كده ولا كده ولا كده يقولك ده اه نادل زمالك قلبي وعشقي وحياة ده كابتن عمر ما كلهم بيقولوا كده في الاول لا يا كابتن عمر والله انا صغير زمالكاوي وانا والله من وانا صغير زمالكاوي يا ناصر احنا عندنا نفس الالم عبيبة يا كابتن عمر ناصر منسي بطولات للماتش وبطل الزمالك وبطل السوبر الافريق شكرا ناصر حبيبة كابتن عمر تسلام حبيب 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 احذروا غضب الزمالك احذروا ان انتوا تقللوا من كيانه كل الناس اللي قبل الماتش كتبت وقالت والترياءت هم دول اللي كسبوا الزمالك بقالنا مدة طويلة مستنيين نصره مستنيين حاجة تدفعنا على فكرة الماتش ده ما كانش هيفيد اللي بحاجة عندهم بتاع كبيرة كده مليانة كاسات وحلل ومش صل الزمالك ويحق كل الانتصارات هذا هو عام الزمالك اخيرا فريق كبير الالي ملعبش بجنيه اقسم بالله امبارح الالي كان في اسوأ حالاته اول مرة في حياتي اشوف الالي الان وخايف اللعبة في حالة زهول الان وخايف الان جدا وخايف وفيه كده هذا الاحساس انه حتى بالبنالتيات حنكسب حنكسب انما لا لا لأول مرة اللي يكسب اللي يستحق الحظ مش كل حاجة يا باشا اهم حاجة المجهود التعب العرق ده شكابالة يا راجل عارف انه مش هيلعب وقف جنب اللعبة بيحمسهم عبدالله السعيد عمل ضايد كبير علشانه بقى موجود في الملعب زيزو كان رايح جاي بالكورة حسام امبارح كان عظيم كل اللعبة امبارح كانت هيلة الاهلي يعاني الكورة دي لما راحت يا رجالة انا از يعني از هتالي تاني يا ابني هتالي الكورة اللي راحت ديت انا از رأيت الكورة وهي ضاعة انا صوتي جاب اخر ستة اكتوبر وسبعة اكتوبر وتمانية اكتوبر وتسعة اكتوبر يعيني يعيني عليك عواد يعيني عليك عواد والناس كلها بتقرأ كل القرآن اللي هي حافظه حمد لله حمد لله بص حسام بقى يعني ما فيش صار بقى يعني قالك لا والنبي لا وسام قالك لا والنبي لا ما هي دخلة خلي الناس تنبسط خلي الزمالك يعيش وعيشنا وحاجات كده زي كياد كياد خلاص بعد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة